بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عندنا المحاضرة الخامسة بالرديولوجي الي هي الانترا أورا راديوغرافيك تكنيكس مننا راح نبلش احنا انه تهيئ انه ندخل العيادة نتهيئ انه نشتغل اوكي اول ما راح نبلش بالبري أبيكال راديوغرافي ببدا هي كلمة بري أبيكال شنو هي كلمة غريقية اللي بري معناها الاراوند والأبيكال اللي هي التبز اوكي شنو فادة البري أبيكال يعني انا يمتع احدد انه انا راح ااخذ بري أبيكال راديوغرافي ليش ما ااخذ او بي جي ااخذ البري أبيكال لما انا اريد اشوف السن اوكي بدقة او اريد اشوف مثلا الأبيكال ثرد مادة الأبيكس مادة الروت السراوندنج للأبيكس بالنسبة يعني قليلة مهواية اوكي اتساعدنا يعني حتى نحدد مثلا اذا هذا التوت يحتاج اندو دوناتك ثرابي او لا ويحددنا نجاح الاندو دوناتك مثلا اذا اجادنا فد بيشنت وعنده فد اندو دوناتك قديم احنا نشيك نشوفها عن طريق البري أبيكال راديوغراف و اهم يعني اذا اكو سوبر نيومراري تيث اللي هي يعني اسنان زايدة و الامباكت التيث هي الاسنان المطمورة اللي ما طالعة زيان نجيلي هنا انا عدنا الانديكيشن احنا ليش ناخد بري بيكال راديوغراف اما عدنا فد أبيكال انفكشن نريد نشوفه اوكي يعني نريد نتأكد مثلا احنا نجينا شخصنا شكينا اكو فد بري بيكال انفكشن شون نتأكد ناخد بري بيكال راديوغراف اوكي ان نقيم البريودنتل حالة البريودنتل بعد ما تعرض للتيث والألفيلاربون لتراوما و اذا عدنا فد انا عربت التيث نشوف موقعه و حالته بالبري بيكال راديوغراف الروت مورفولوجي جدا مهم سواء اكزو عدنا اكستراكشن للتوث او عدنا يعني نريد نسوي الانديو دوناتك ثرابي نحتاج انه نعرف الروت مورفولوجي وديرنج الانديو دوناتك والبري سيرجيكال امبلانت يعني اذا نريد نبلش بشغلة الامبلانت نحتاج بري بيكال راديوغرافي حتى نقيم البوزيشن اللي نريد نخلي بيه الامبلانت البون ما تلش نواضعيته اوكي عدنا فد طريقتين نقدر ناخذ بيهن انترا اورا راديوغراف بري بيكال راديوغراف سوري اللي هي بايسكتيك تكنيك والبررال تكنيك البررال تكنيك هي شنو بالضبط هذي اوكي هذا اللونج اكسز مال التوث ويا الفيلم يكونون بررال اوكي متوازيين اوكي هذي راح تصير هنانا عدنا فد مسافة لحظة هايا هذا الفيلم اوكي وهذا اللونج اكسز اوف التوث ذولي متوازين بررال هنانا ش راح يصير عدنا راح يصير هايا الفد القاب الموجودة هنانا احنا المسافة بين الوبجيكتس والفيلم as small as possible حتى ما يصير عدنا اي شي خطأ اوكي هاي المسافة من صارت عدنا هنانا لان احنا نستخدمين البررال تكنيك هذي شنو هي بالضبط هذي اقفة جهاز نستخدمه شوف شون البي هولدر للفيلم اوكي يخليه بمستوى بررال يعني هس هاذا بررال للونج اكسز اوف التوث اوكي هاذا شون نتخلص من من مساوة هاذا المجال هاذا شو راح نسوي راح الاول شغلة انقلل مسافة target object distance اه سوري نطولها as long as possible اوكي نزيد المسافة بين target object distance ونخلي الاكسراي بيم اللي تضربنه التوث يعني من تجي على الفيلم bright angle 90 درجة اوكي الفيلم نخليه parallel with the plan busting through the long axis of the teeth being examined هاي شرحت لكم اياها اوكي شنو الاهم نقطة حتى نسيطر على المجنفيكيشن اللي راح يصير بسبب هاذي المسافة بين الفيلم والتوث اه نزيد اه العطول ما للكون اوكي نستخدم 16 انش اوكي فكل ما زادت كل ما قل عدنا المجنفيكيشن اوكي عدنا هسا الثيار اللي هي بايسيك تيك تيك نيك بايسيك تيك تيك نيك هاذي الفيلم ما يهمنا بي انه برا نخليه كل شوية ويا السن اوكي بحيث نضغط الفيلم نقول لهم نقل البايشن تخلي الاصبع مالتك على الفيلم وقلزمها ع السن اوكي هاذي هاي راح تكون عدنا زاوية ويا اللونغ اكسس of tooth اوكي نص هاي الزاوية imaginary bisector لللونغ اكسس مالتوث وللونغ ولل الفيلم هاذي هي اللي شنسمي بايسيك اللي هي الانجل بايسيك اللونغ اكسس بيم بيم نخليها تكون بزاوية تسعين اوكي شنو للبيسيك تري للبيسيك على هذا نخلي البيم يقع عمودي بحيث هاي الزاوية هنان هي تسعين اوكي هاذي راح يصير بها فتش نحن من ضيعنا البراليزم بين التوث والفلم اوكي من خلينا الفلم يسوي تتش وي الكراون ما التوث راح يصير عدنا فتش من بالرزولت اوكي فشنو هاي شونت حلينا نستخدم لونغ سيلندر الكون يكون المسافة بين المصدر الاكس راي والأوبجيك تكون يعني نتكبرها اوكي هاي الطريقتين طبعا طبعا احنا سوري هاي شرحت لكم ياها الطريقتين شرحت لكم هاي نانا شنو هسا اكو بالفلم مو هذا الفلم هذا هذا الفلم اكو فالدوت نانا تيجي اوكي هاي الدوت شنو فالعلامة نسميها هاي فالعلامة تميزنا انه الوجه ما للفيلم وين والظهر ما للفيلم وين احنا منين نقدر نلزم الفلم وين الاتجاه الاتجاه الفلم اللي يتعرض للأكس راي وين ظهر يكون الاتجاه اللي اللي يصير ب reconvex ويكون كاي هذا هو ظهر الفلم هذا هو السعاد اللي لازم يصير بظهر الاتعرض للأكس راي ها هس عدن الhorizontal عند الverestial angulation الhorizontal angulation معناها ال horizontal plane و vertical angulation معناها diary directed in vertical plane اوكي معناها البيم يكون يعني جاي من فوق اتجاهها مثلا عندنا هذا الابجكت البيم يجي من نازل هذا هو البلس المينص اللي هو يصير يعني يجينا من ناهيج هاي الانجليشن يعني تعتبر لازم نعرفهم كل هن نحفظهم ذنية الزواية تقريبا هنا موجودات بكل ايادة اكتراي لازم هنا مكتوبات حتى تطلع مضبوطة لازم نخليها بيا زاوية ذنين نحفظهم هاي يمتع الزواية لما يكون الأوكلوز على البلين للباشينت برررل وذف لور عندنا الكواليتي ساندرد فور بري ابيكا راديوغرافي يعني شنو الاشياء اللي الكواليتي مالتها يعني الراديوغرافي للبري ابيكا من تجينا لازم شنو تضمن لازم تكون ديفايند نو بلورد يعني واضحة وما بها بلورد الاناتوميكا لازم انه هي التيث اللي احنا نريد نسوي لانفيسيكيشن لازم هو واضح الكراون والرو تطالع وفد من ناحية الابيكس موجودة المحيط بالابيكس والمحيط بالكراون والمحيط بالرو كلها طالع وماكو فد جزء من الفيلم ما جايت يعني كلها مضبوط وبالبروكزمال سيرفز مع التيث ما سيرفد اللي هو تداخل السن مع قوية السن اللي بصفة لا كل سن من بين حدوده هاي الـ ايديال اوكي عدنا الـ 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 البيتوينج راديغراف هسا خلصنا من البرئي ابيكو نجي هسا على البيتوينج البيتوينج يمتى احنا ناخذها ناخذها لما احنا نريد نشوف الانتر بروكزمال كاريز قبل لا يبين كلينيكالي اوكي عدنا البروكزمال ما نقدر نشيك اذا اكو كاريز لولها نقدر نشيكها بالـ البيتوينج راديغراف قبل لا تصير توصل مرحلة كلينيكالي نتبين اوكي اذا عدنا في الـ مثلا اه وصاير جواها سكندري كاريز نقدر نشوفها الانتر دنتل عن الفوركيشن بون نقدر نقيم وضعها خلال البايتوينج اه الشلون نستخدم البايتوينج البايتوينج غالبا بالأدولز نحتاج توبايتوينج للسايد الواحد بينما لل يعني البيتو نحتاج وان فيلم للسايد الواحد اوكي هي شيء البيشنج يقعد بـ هوريزنتال اوكي ويا الفلور نخلي البيشنج نقول لي مثلا نخلي هذا الفلم ونخليه على الأوكلوزة ونقل البيشنج سد أسنانك يعني يعني عليك كيف مو قوي روح يخرب الفلم شوية شوية اوكي بحيث يعني هو هذا الفلم وهذا شيء اللي بيه حتى يعط علي البيشنج ويثبت الفلم نخليها على البيشنج ونقل البيشنج سد اوكي لازم تكون ال وين احنا وصلنا the patient to close the teeth firmly together on the top of the beam is might directly throughout the contact area at a right angle يجي ال beam at a right angle to the tooth عند الفلم in a horizontal plane at proximal من 5 إلى 8 downward in a vertical plane هاي زاوية مهمة انه تكون هنا هنا ال beam على الفلم من 5 إلى 8 vertical plane اوكي عندنا occlusal film projection خلاص انه بايتو ينقول بري ابي كل هسنجي على occlusal film occlusal film شنو احنا شنو نستفاد من عندنا نشوف إذا عندنا موقع السوبر نيوم والتيث والتيث والباكت التيث نحدد إذا عندنا في الجسم غريب خلال الجو نقدر عن طريق ال occlusal فيلم اوكي 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 بالجو بالبلايت بالفلور انشاء الله تأخذوها انشاء الله هي البلايت ال البلايت الراقبة عن طريق ال راديو غريب اوكي standard occlusal وال upper obliquy occlusal وال vertex occlusal نجهز على اول وحدة اللي هي upper standard occlusal هذي upper standard occlusal راح طلع عندنا part of الماكز اللي عند upper anterior teeth اوكي اللي هي بالضبط هاي اهناني اوكي هذي شلون راح ناخذها الpatient position occlusal plane مالتي يكون horizontal and parallel to the floor يعني يقعد مستقيم يعني عدل بحيث يكون المستوى مالتي ومال الاسنان مال الاسنان يكون parallel وي الارض اوكي الفيلم نخليه بال occlusal surface of the lower teeth يعني نخليه على occlusal surface lower teeth ونقل الpatient مقوي اوكي الاكستراي نجيب الكون نخليه على bridge of the nose بدرجة 65 الى 70 اوكي وناخذ الفيلم بالضبط شوفوا هسه هذا هذا الفيلم اوكي وهذا bridge of the nose خليناها بزاوية 65 الى الى 70 اوكي هنا من السايد الثاني هذا الفيلم وهذا الكون بزاوية 65 الى 70 درجة اوكي هاي شنون يمكن سويها اذا نريد نشوف الانتيريار part of the maxilla عند الابر anterior teeth اوكي هسه الابر obliquial occlusal هاي متن نستخدمها اذا نريد نشوف ال posterior part of the maxilla عند الابر posterior teeth اوكي التكنيك مالتنا انو patient horizontal عند barra to the floor نفس position مع المستاع ونخلي الفيلم مكان مثل مستاع اشوف شن خلينا خلينا اشمل هاي المنطقة اوكي هسه نجي احنا نريد ناخذ فد السايد واحد كامل اللي هو هاذه اوكي ناخذه فنخلي حسب الموقع اللي احنا نريد ناخذه نجي نخلي الاكستري اوتيوب على السايد اللي احنا نريد ناخذه اوكي بذلك نريد ناخذه هذا السايد احنا جبنا التيوب مننا خلينا وشنو بdownward اوكي على الـ بزاوية 65 الى 70 للفيلم اوكي يعني هذا الفيلم وهي هنا الزاوية 65 الى 70 الvertex occlusal هذي الvertex occlusal شنو شغلته يخلون انفيلم هنا ويجي على ينطي اكستري هاي يعني بيها تعرض الاخستري يعني مو محببة هذي الشغلة اوكي هاي شنو نستفاد بنعتها نطلع ال teeth bearing area of the maxilla وال البوكوباليت البوزيشن of interrupted canine اوكي ذني الشغل تي التكنيك ما لاتنى قلت لكم البوزيشن نفس البوزيشن ما التامستها هم هورزينتال و برا رنت الفلور والفلم نفس الشي نخلي نفس الخطوات السابقة بس نفس الاول الستاندرد اوكي نفس الستاندرد هنا شنو خلينا نخلي ونجيب البوزيشن من على الvertex of the skull ونوجه باتجاه الفلم اوكي بعد ما خلصنا من الماغزلة هسا نجي على الماندوب الأوكلوز اللي ها اللاور ناينتي أوكلوز اللي ترو أوكلوز أوكلوز اللاور ستاندرد أوكلوز وال اللاو أوبلي أوكلوز اللاور ناينتي أوكلوز اللي ترو كلوز شنو هذي the projection used to show the plan view the tooth bearing area of the mandible and the floor of the mouth نشوف الbearing area ونشوف the floor of the mouth اوكي التكنيك مانتها ننقل البيش نترجع راسك خلي ورا اكثر شي تقدر علي وانت يعني مرتاح اوكي انشان الصور حسلي جو نحظة نشوف هنا اوكي ونخلي الفلم central into the mouth on the occlusal surface of the lower teeth with the long axis cross and patient bite gentle on the film اوكي والاكس راي نجيبها نخليها بالضبط تصير زاوية تسعين ويا الفلم شوفوا هنا تسعين اوكي وين راح أصير بالضبط نخليها هنا شوف هنا below the chin اوكي هسا lower standard occlusal تطلع عندنا lower anterior teeth وال anterior part of the mandible هاي التكنيك ما تشنو ان patient يقعد والهيد ما تسبر عند ال occlusal بين horizontal and parallel to the floor وال film plays central into the mouth and the long axis anterior posterior then asked him to bite on the film gently ok التيوب شون راح يجي ويا الفيلم يكون 45 هاي 45 ونخلي بالضبط in the middle centering throughout the chin point هاي درجة هنا على هاي ال chin يكون زاوية 45 ويا الفيلم هنا هسا نجي على lower oblique occlusal شون راح نستفاد من عنده نشوف الصمان debular salivary gland on the side of interest اوكي التكنيك مع تنشنو نقل البايش نسو قعد ودور واتش هيك يعني بعكس تجاه المنطقة اللي احنا نريد نشوف هاي اوكي الفيلم نخلي occlusal surface of the lower tooth ونخلي نجيب التيوب مع ال x-ray نخلي ها جو الحدود الماندبل اوكي وين ورا الانجل of the mandible وراها هنان شوف هاي الانجل احنا وراها وبررت to the lingual surface اوكي وناخذ ال x-ray الفيلم هنانا مثل ما نشوف بالتجاه اللي احنا الريدة الهنانا خلصتلكم محاضرة اليوم ان شاء الله تكون محاضرة خفيفة معلوماتها حلوة وتحتبر هي محاضرة عملية اكثر مما هي فاتشي انه تدرخوا فاتخطوات انتو تحفظوها وفاتشياء بديهية انتو المفروض تعرفوها يعني لين تستفادون من عدها بالعيادات